ما سألت انه انت بتلقي كراتب الامتى علشان النهاردة الاهالي بتتفرج علينا الناس دلوقتي كلها بتودي ولادها التمارين عندها يعني ما بقيناش زي قبل كده ما كانش فيه اهتمام بالرياضة بالشكل اللي احنا بنشوفه ده وخصوصا الرياضات الفردية دلوقتي ما العكس تماما الاهالي مهتم اهتمام كبير بالرياضات تانية غير كرة القدم اللي كانت الناس قبل كده كل ولاده عنده ولد بيمرانه كرة طيب انت النشأة بتاعتك كانت اخبارها ايه بتنعب كراتب منو انت عندك قد ايه وايه شكل التدريبات كانت ايه في حياتك منو انت عندك كم سنة كنت بتتمرن كم يوم في الاسبوع دراستك عملت ايه في كل ده علشان النهاردة تيوصل انه تكون بطل عيلا انا بضعطي كراتب انا كان عندي خمس سنين كانت بالنسبة لي لعبة ما كنتش عارف عنها ايه حيات خلص انا قدت والدي بتقول لي خش اهو مع زميلك والعب كراتب انا مش فهم انا بقام بايه انا بيز بطلة بيضة بعسام قبل ايه حد في اخويتك كان بي لعب كراتب ايه او في العيلة او كنه مفيش حد خلص هي اتلي هي شفت اللاب دي عاجبتها فايتلي خش جرفها فانا كنتش عابب موضوع بس مرة عن مرة حبيت الموضوع لقيت الموضوع لي اهمية كبيرة لقيت نفسي بعد كين دخلت في نادي وبدأت في نادي اتحاد الشرطة عدي فيه بتحوالي سبع سنين او ثمان سنين بدأت فيه بطلة قاهرة وكمورية وكنت باجيب او قاهرة و او جمورية لخير ان انا اصلا لغاية سن 15 سن او 16 سنة كنت بي لعب مرحلتين كنت بي لعب كادة وبالعب كوميتي وصفرت كمان بتولي تعلم ناشئين وانا بي لعب كادة وبالعب كوميتي فدي حاجة مش قليلة دي حاجة كبيرة جدا يمكن اخر حد عمل حاجة زي دي من سانات تقريبا وانا بعدها كملت المسيرة دي بس انا ما كملش ما قادرتش ان انا اكمل فيها ان انا يعني كنت محتاج ان انا امشي على تارجة واحد وفكملت له كوميتي فلما جيب بقى اتنقلت وروحت نادي الظهور هنا بقى بدلت ان انا دخلت المنتخب من سال من دخلت المنتخب انا بجد ما قدش بشمل نفسي خالص يعني انا انا امكن كنت بطمرن الصبح بعد كده بروح الجامعة برجع من الجامعة اطمرت مرة تانية بعد كده اطمرت مرة تانية تالتة سينا هقولك هنا الايجابيات بتاع الموضوع ده ايه انه انت بشخص رياضي من صغره ده بيبقى حاجة تانية خالص عمره ميروح في اي سكة ملهاش لازمة يعني اوليها الامور بيبقى ما شاء الله يعني بيبقوا متمنين على ولادهم بشكل كبير زي ما انت بتقولك انا مش لاقي وقت اخد نفسي حيلاقي وقت امتى يعمل حاجة غالب بالزبط دي كانت اهم حاجة التي كانت بحتاجها انها تماشيني فيها ان انا كون ماشي صاح ماشي ان انا فعلا عايز ابني نفسي بنفسي دي الرياضة دي الحاجة اللي فعلا تخليني ابني شخصيتي وابني مستقبلي وابني ككرير لي بعد كده بعد اما انا بطل اللعبة دي فدي حاجة كمان انا بعلمها لأي حد لسه هيبتدي لعبة الكراتي او اي لعبة فردية ياريت لما تبدأ رياضة ابدأ رياضة وانت حبيبها تبقاش كريها انها بعد كده هتبقى حاجة مهمة بالنسبة لك جدا واوعى اوعى في لحظة فكر في لحظة ضعف او لحظة عصبية انك تسيب الكراتي او تسيب اللعبة الفردية انت بتلعبها انا الصراحة مش بهم باللعب الجماعة او عددت بلاحظات زي دي كتير كتير جدا يعني في اي مرحلة سواء في اي مرحلة النشئيين شبهة برجال عددت بمرحلة كدير وخاصاتك انك اكتر مرحلة بالنشئيين كانت في مرحلة الانوبيات انك كنت انا محتاج وكنت من دي من الناس من الشهر كتير ايه اللي كم نخليك فكر احنا كان عندنا في السيزون يمكن 8 سفريات وفي كل شهر سفريتين في بداية الشهر السفرية وفي اخر الشهر السفرية ما بينهم من اتمرن مع اسقرات لين نهار عشان استعدل البطولة لبعدها انا ساعتا كان سن صغير وما كنتش متعود على الحاجة دي فيه ناس مني كانت خبرة عني وكانت شغال في موضوع ده من قبل كده بس انا كانت بالنسبة لي حاجة كويسة وحاجة وحشة الحاجة كويسة ما اخد خبرة وبلغ مع الناس كبيرة الحاجة الوحشة ما كنتش بتجيل نتيجة بس في الاخر كان عندي تارجت مهمة وحققته فالعابة طولت عالم تحت 21 كافة تشيلة في 2019 لما رحت لعبتها لعبت الفاينال مع لعب من فرنسا وساعتها اللاعب ده كان مصنف الثاني في الرنج لما نزلت لعبت معاه هنا ادركت اهمية الشدة الرهيبة بقى اللي انت كنت مشجودها دي الخبرة هنا بانت بقى بالزبط هنا بقى لما وصلت الفاينال انا كسبت الفاينال وانا فعلا مش فيها انا بقامل ايه انا جبت مديليا دهب ما هذه الفجرات اللي ترقمت من المشاركات الصابقة بالزبط من بعدها بقى ربنا الحمد لله خرمني وبدل الوقت المصنف الثاني على العالم وفي كل دورة عالمي بقى لعبها الحمد لله بجيب اول مرة جيب تاني جيبت مرتين اول مرة داني ده لسه ان شاء الله اللي احنا يعني في طولة الدورة العالمي اللي هتتعمل ان شاء الله هنا في القاهرة لو ان شاء الله ربنا خرمني وجيبت فيها اول هتساعدها تقرم من التحريد دولي ان انا هكون من دمن الناس للجراندويرر وده الحمد لله من الاول مرة تحصل في تاريخ مصر يبقى فيه ثلاثة مؤهلين للجراندويرر اصلا فدي حاجة فعلا يعني بنشكل الاتحاد عليها وعلى اهتمامها والوزارة وكل الناس اللي دعمتنا بجد يعني مغفلين لحرفين كل حاجة شكرا للمشاهدة